حدثنا اسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن ابراهيم يعني ابن مهاجر عن مجاهد عن السائب بن عبد الله قال جي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جاء بعثمان بن عفان وزهير فجعلوا يثنون عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية قال قال نعم يا رسول الله فنعم الصاحب كنت قال فقال يا سائب انظر اخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الاسلام اقرد ضيفة واكرم اليتيم واحسن الى جاريك حثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا ابراهيم يعني ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيان عن ابراهيم يعني ابن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريك فكنت خير شريك كنت لا تدار ولا تماري حثنا روح حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول كان السائب ابن ابي السائب العبدي شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال بابي وامي لا تدار ولا تماري حثنا عبد الصمد حدثنا ثابت يعني ابا زيد حدثنا هلال يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه انه حدثه انه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولي حجر انا نحته بيدي اعبده من دون الله تبارك وتعالى فاجئ باللبن الخافر الذي انفسه على نفسي فاصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر احد فاذا هو وسط حجرتنا مثل رأس الرجل يكد يتراء منه وجه الرجل فقال بطن من قريش نحن نضعه وقال اخرون نحن نضعه فقالوا اجعلوا بينكم حكما قالوا اول رجل ان يطلعوا من الفج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اتاكم الامين فقالوا له فوضعه فوضعه في ثوب ثم دع بطونهم فاخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن مجاهد عن السائب بن ابي السائب انه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي كان لا يدار ولا يماري سائب قد كنت تعمل اعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك وكان ذا سلاف وصلة ترجمة نانسي قنقر